السلام عليكم الخامس كيفكم؟ today we are going to start to do the exercises in our workbook so open your workbook with me page 43 and let's start with the question i question i read and write أي هذا السؤال طالب مننا أنه نكتب اسئلة وليس affirmative sentences ما بدنا نجمع عادية هون بدو questions كيف يعني شو الفرق نعمل بمراجعة سريعة شو الفرق بين الجملة المثبتة والكوستشن هلا الجملة المثبتة بنحكي مسلا بنبدأ بذير بعدها بيجي واز او وير حسب الاشي اللي بنحكي عنه اذا كان مفرد بنحط واز او كان انكاونتبل زي ما حكينا الاشياء الانكاونتبل غير معدودة تعامل معاملة المفرد اما اذا كان ايش اللي بنحكي عنه هو جمع فبنستخدم وير طيب اما في حالة الكوستشن بنبدأ بي الوير والواز اللي هم الهلبنج فورب بعدين بنحط وبعدهم الذير زي هون عندي امثلة مثلا اكزامبل نمبر ون هم حالين لياه لهو وير ذير اني ووتر ميلونز ليش حطينا هون وير مش واز بدأنا السؤال لانه عندي ووتر ميلونز والووتر ميلونز في نهايتها اس اللي هو اس الجمع فبالتالي استخدمنا الوير از هلبنج فورب طيب نمبر تو عندي تي هلا تي ليكوز احنا حكينا لكل الليكوز انكاونتبل والانكاونتبل يعامل معاملة السنجولر اللي هو المفرد فبدأنا بي واز طيب شو بدأ حط بعد الواز بدأ حط ذير واز دير اني ممكن استخدم اني او سم حكينا بالسؤال لو انت ما بدك تحط اني وتحط سم سؤالك صحيح مئة في المئة لانه بالسؤال بقدر استخدم اني او سم سواء كان جمع او مفرد او اي اشي بالسؤال بستخدم اي واحد يبدي اياها واز دير اني تي ما ننساها طيب هاي نمبر تو هلا نمبر ثري از وي كان سي وي هاو بوتيتوز صح عنا بوتيتوز والبتيتوز شوية جمع مزبوط فرح ابدأ بي واز ولا بوير اكيد وير لانه انا انا عم بحكي عن جمع so وير دير سم ناش نحط اني لان نستخدم اني مورتين قبلها سم بوتيتوز شو بالاخر كوسجن طيب نقص نحط انا ندللللح انا بوتيتوز صح شو هي بنانا برد هاي زي ما انتو شايفين هاي سنجولار ولا بلورال عندي واحدة فقط لغير فبرح أستخدم was then there was there any banana bread question mark إذن ما ننسى عناصر السؤال we have to start with capitalizer and end with question mark and we have to start with helping verb then in there any and the compliment and the last one is cake cake is singular so also here we have to use was there some cake question mark and that's all for this question let's go to the next question question j look and write number one is done أول وحدة محلولة صح عندي there was jello لش حطيت was لأن الجلو مفرد وما إلو جميع ما في إشي اسمه jellows so this word is uncountable uncountable as a singular يعامل طيب عندي number two cake also so so I have to start with was or there أحكي was there ولا there was لا رح أحكي there was لش يمس لأنه هون بدهم جملة عادية ends with for stop وليس a question mark فبحكي there was cake for stop the last one we have candies candies plural صح جمع فبالتالي رح أحكي there were candies for stop now we are let's go to the next page page 44 with a question k and this is the last page here for this unit in our workbook tomorrow رح نبدأ بيل exercises in our pupils book فبس اليوم رح ننهي الكوستي اللي عنا في الworkbook and a question k read look and write was aware wasn't or weren't each picture have إما cross or tick okay يعني if we if we see cross so we have to use wasn't or weren't according to the picture إذا اللي عندي جمع رح أحط weren't إذا اللي عندي مفرد رح أحط wasn't هذا في حال عندي cross x لكن if I have tick I have to use was or where خلينا نشوف number one عندي fruit هلأ هون حطي اللي fruit مو حطي اللي fruits فبالتالي رح أستخدم عملها معاملت المفرد وليس الجمع هلأ الفروت كلمة مختلف عليها يعني في ناس بعملوها ككلمة countable معدودة ممكن نستخدم fruit أو fruits وفي ناس بعملوها uncountable هي بس fruit هلأ أنا شايف أنه الأصح أن أتعامل وعملت uncountable لأنه fruit معناها فواكب فما في داعي أنه أنا أحط S الجمع فبالتالي هون رح أحط بما أنه عندي cross رح أحط wasn't ولا was wasn't لي لأنه عندي cross هذا يدل أني على negative wasn't number two I have more than one sandwich I have two sandwiches so it's plural مظبوط هاي الصورة فيها جمع فرح أحكي there هلأ ما أنها جمع يعني إما رح أستخدم where or weren't هلأ كيف بدي أعرف أنه رح أستخدم في حالة الإثبات ولا في حالة النفي هي هاي الإشارة اللي عندي تحت الصورة عندي tick هاي معنى ما بصر باستخدم منها يعني الشكل الإثبات اللي هو there where مظبوط ولا لازم أحط was لأ where لأنه عندي حكينا أكتر من sandwich وحدة وإش التاني حتى لو ما عندي picture عندي الجملة نفسها عندك there فراغ sandwiches هيا الاس واضحة هاي هاي جمع أطول بحط where number three there dash any chocolate طيب عندي chocolate هاي حكينا تعامل المفرد ليش لأنها uncountable so I have to use was كلام صحيح لا طبعا ليش لأنه لازم أستخدم wasn't لأنه زي ما انتو شايفين في هندي cross under the picture number four cake there dash cake وليس cakes هون حطينا cake واحد ف singular so I have to write was بدون not لأنه عندي tick number five there dash any cherries cherries واضحة جدا إنها ايش plural مظبوط فرح أستخدم يا إما where يا إما weren't any crust so direct I have to use weren't any cherries the last picture in this question is there dash any carrots also it's very clear carrots so it's plural there weren't there and the last question look and write sentences بحكي لك write sentences according the picture and affirmative sentences ما بدنا negative ولا بدنا question بدنا affirmative sentences هلا هو طالب منك five sentences but according to this picture you can write ten or more sentences because there are many things in this picture هلا هو حاطط لي number one as an example there was chicken لش حطينا chicken was لأن chicken حكينا uncountable مزبوط فبالتالي بما أنها uncountable تعاون عملت المفرد حطيت لها was طيب أنا كمان بقدر أكتب according to the picture there was orange juice there was orange juice مزبوط كمان orange juice حكينا كل liquids يعني سوائل شمالها uncountable والuncountable يعامل معاملة singular المفرد فبالتالي حطيت was للorange juice لأنها من السوائل number three عندك هون if you look at the picture carefully you can see that there is a plate of biscuits عندي صح في بسكويتس مزبوط طيب هلأ البسكويتس أكتر من واحدة فبالتالي عندي إياها plural فبستخدم الها where there were biscuits there were sandwiches sandwiches as you can see there are more than one sandwich so I have to write there were sandwiches and you can write the last sentence it's a homework اكتب انت sentence بناء على الصورة بتقدر تقدر تكتب for example there was jello مزبوط there was bread ففي عندك أكتر من جبل بتقدر تكتبها هون بتكتب لي sentence number five وبتبعت لي إياها يا خامس وهيك بنكون خلصنا اللي عنا في الworkbook tomorrow رح نبدأ حكينا عشان نحاول ننهي هاي الوحدة بقى أسرع وقت لأنه لازم نبدأ في unit eight يعطيكم العافية